تعتبر حظك بهالدنيا حلو ولا سيء ولا شلو؟ لا حلو ليش؟ الله حل أيامك يا رب كل شيء جاي معي مثل ما بدي من فضل الله مثل مرة صار معاك شيء وقلت حظي أجي فيها قول الحظ ما بيجي حظ هيك فجأة غفلة الحظ المتسلسل الحياة والأيام والزمن هذا كله تعتبر حظك سيء؟ لا طبعا أحلى حظ بالعالم ليه؟ لأنه الله أعطاني أشياء كتير أنا أحبها والأشياء اللي ما أعطاني إياها كانت لأشي منيح إلي بصراحة أكيد طبعا لأنه ربنا بيختارنا بالآخر الخير والأفضل وأنا مأمنة بهذا الشيء يعني حتى الأشياء اللي كنت أحبها وما صارت معي يعني بالآخر يعني هيك لف الزمن ودار زي ما تحكي تحكي وحسيت إنه كل شيء صار بالآخر لصارحي فأنا بحمود الله عا كل شيء حظي صيء؟ لا بالعكس يعني أحسب منك ما فيه شو صار معاك إشيك حسيتينه بالفعل حظ ضرب معك؟ نولا هلأ عايشين يعني إشي منيح الحمد الله حلو من أي ناحية؟ من كل النواحي كدراستك كعيشتك كأهلك شو بتعتبرينه؟ كل شيء تمام الحمد لله شو صار معاك إشي؟ اعتبرت إنه والله مثل ما بقولوا لعب معي الزهر أو ضرب معي الحظ؟ آمم ما فيه كله كان مقدر ومكتوب يعني الحمد لله لأ طبع أنجح التوجيهي هيدا خليت جاعة معه وحيني ماشي الحمد لله بالتوجيهي اعتبرتينك أنجحتيه حظ ولا كان بجهدك وشطارتك؟ أكيد بجهدي وشطارتك تعبت كثير هل بتأمن بتوجيهي حظ؟ لا كمان؟ آه بأمن فيه جهد وتعب دائما كل أمور تكون ميسرة هل عائلا؟ حظك كويس ولا سيئ؟ مش كثير يعني بتصدف مرات، معي مرات لا ليش يعني وصار معاك إشي اعتبرت في حظك سيئ؟ ها يو ولا مد لأسي توجيهه هاي الشياء توجيهك اعتبرين مرحلة سيئة من حياتك؟ واه كابوس مش مرحلة وانت شو رأيك من الموضوع? تعتبري حظك كويس ولا لا؟ اه بني الحمد لله كل شيء بدراستي لا أجيد الحمد لله الحمد لله ليش؟ الحمد لله حياتي كثير حلوة وأنا كثير مبسوطة فيها ودراستي كثير ممتازة وأصدقائي كثير بحبها مؤهلي لا حلو يعني كل شيء بالدياب يصير الحمد لله وحتى لو ما صار أكيد يعني خير شر يعني كل شيء يصير خير يعني سواء عجبنا أو لا بالضبط لا الحمد لله حظ حلو شو صار معك اشي بديني اعتبرك يعني يعني لا يعني هيك الحياة ماشية زي ما بدي الحمد لله ممتاز الحمد لله ليش؟ ممزحة ليك سيء ليش؟ 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 شو صار معك؟ لا لا كويس يا سيء يا كويس شو صار معك؟ لا ليه محاضر عندهم امتحان الشاب وحظهم يعتبره سيء وعنده قانون دول العالم شو بتقرأ قانونه للسياسة؟ شو بتقرأ قانونه؟ الله يعطيك همين بيعطيك ياها؟ شو بتقرأ قانونشهم أو رامي العيز السلام عليك؟ لا الحمد لله منيح ليش؟ خلص الواحد مدام وصحته منيحة خلص الحمد لله منيح مش كثير يعني إلا ما الواحد يواجه هيك يعني الصعوبات ما صار معاك إشي صعوبة أنت اعتبرت أنه في حظك زيرو الدراسة يعني طولت كثير بالجامعة ماذا أي سنة أنت؟ سنة خامسة ماذا تدروسك؟ بالآي تي آي تي سنة خامسة هذه العد هندسة شبكات هندسة اشي وانت بتعتبر حظك كويس من أي ناحية كويس؟ من كل شي يعني الحمد لله متيسر أمور بكل شي الحمد لله لا منيح الحمد لله يعني حظك منيح ينحس الامتحانين إذا مش دارس عليهم بتشمس معك وتنجح؟ لا طبعا ليخ؟ في الشمس تزالة أبدا ولا حتى ملت بالتشويس؟ البروبراتي للخيار 0.2 كيف بدك تنجح؟ أعتراضها لحكم الله فإنه لا إنه الواحد يعني قد ما يكون متوسط حظه بالنسبة لي دخلتك جامعة بس أنت عقدتك بس أنك دخلت الجامعة ودخلت اسبان إنجليزي إن شاء الله تنجح جدا شو جدا؟ جدا جدا سيئ واحد الله ليش؟ ها والله هيك الحمد لله على كل شي بس جاي حظي سيئ جدا خلي شوية تفاول يا ابن الحلال لا في البلد هاي؟ فيش تفاول يسيئ هذا انت زي هاني شاكر لا منيح حظي الحمد لله حمد لله شو؟ أنا؟ شو صار معي بالدنيا؟ أه يمكن بالتوجيهة يس أه أه فيه بالنعوض وحظ الشغل لا منيح يعني شغلات كثير مثلا بكون بدي إياها بتصير والله للأسف شوف أنت أجيت بلقطة بوقت كثير مناسب أسوأ من هيك ما فيه هودا حظك يا ألبي شو صار معك؟ نداري هيك أولا تخصصي كتير سعب عدد السنوات عدد السنوات كتير طويلة ست سنوات والحمد لله بيقيت شايف هذا العالم للبره كتير جميل بس جوا مجرد ما دخلتنا البوابة والله جيدة أحسن بحال حمد لله وشو صار معك شو بدني اعتبرت أن حظك بالفعل أجمي من البدا والله دراستي أحسن بحياتي شو بدك تعمل بالأردن انت أول عن آخر يعني في الشغل بالبلد فهنا قدمنا وراقنا برا وإن شاء الله تزدو سواء كان حظك جيد أو سيء فكل شيء قدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى أشكر جميع من شارك وجاوبنا في هذا التقرير الرائع لبرنامج بيت العيلة رامي العيسى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر